اللجنة المالية البرلمانية قالت انها ستعمل على تعديل سن التقاعد ويعادته الى ما قبل 2019 اي الى عمر 63 سنة بعد انخفضوه الى 60 سنة وكعالم ماتت متقاعدين بمظاهرات بسبب تعديل هذا القانون وما حد اهتم شو وقت هذا رح يصير بعد نعيد مباشرة طبعا التصريح صدر عن النائب مضر الكروي عضو اللجنة المالية اخوان ما تشوفون انه معظم قرارات البرلمان المصيرية اللي تدرج في مكان كان يسمى اصلاحات اصبحت عرضا للنقوس والتنازل ومن البداية ومن البداية بحيث البرلمان لم يابهل الاعتراضات على تعديل سن التقاعد ناهيك عن المطبات الكارثية بالتعديل الاخير اللي تسبب بظلم شرائح كبيرة وكثيرة من متقاعدين ومتعاقدين وخبرات ومن الكفر الاداري التقلي عنها ومع ذلك مر القانون غصبا علي وعليك هذا القانون المرتجل لا لشيء لكن فقط لاخراج السياسيين من ازمة الفشل الاداري المتقع والضغط الجماهيري الموضوع صار في 2019 تتذكرون بعد تكرار التجارب الفاشلة بتعديل القانون ثبت المثل العراقي القائل على هاي القصة يتعلمون حجامة بروسي اليتامة وهس خلي نطرح السؤال عليك عزيزي المشاهد انت ويا هاي العودة القانون التقاعد قبل التعديل ام لا يعني انت مع العودة الى سن التقاعد الى 63 لو لا من المهم اضافة تعليقك لا سيمة اخوانكم المتقاعدين واقتراحاتكم قبل ان يتم الشروع بتعديل قد يهمي الجوانب مهمة من مطالبكم واستحقاقكم شاركوا في تعليق التمخص رانشي هاي الدولة يومية تقول تحت بندل اصلاحات يش راح نسوي ترجع تتنازل عن موضوعها وعن اصلاحاتها ويومية بحجة وعلى الجمهور غصبا عليها ان يصدقها هيك يريد الملك شي سويلي تتظرونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر